وسط تحديات أمنية إقليمية ودولية أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ركزت على جهود حثيثة لتحويل اليابان لقوة عسكرية في أعقاب قرار توكيو مضعفة إنفاقها الدفاعي بحلو العام 2027 نحن بصدد تحديث تحالفنا العسكري بناء على الزيادة التاريخية للإنفاق الدفاعي واستراتيجية الأمن القومي الجديد لليابان دعني أكون في غاية الوضوح إن الولايات المتحدة ملتزمة بشكل تام وشامل تجاه هذا التحالف وأهم من ذلك نحن ملتزمون بالدفاع عن اليابان التعاون العسكري هيما على محادثات كيشيدا الذي يسعى إلى تعزيز قدرات بلاده بترسانة متقدمة تشمل سواريخ طويلة المدى وشراكة جديدة لحماية الأقمار الاصطناعية البلدان اتفقى أيضا على دعم قوات موشاة البحرية الأمريكية المارينز الموجودة في جزيرة أوكيناوا بوحدة متنقلة ومجهزة بمعدات مضادة للسفن الحربية قادرة على مواجهة تهديدات بحرية محتملة من الصين لقد قررت اليابان تعزيز قدراتها الدفاعية بما فيها قدرات توجيه ضربات مضادة ولبلغ ذلك الهدف قررنا زيادة ميزانية الدفاع أعتقد أن هذه الخطة ستساهم في تعزيز قدرة تحالفنا على الردع والرد السريع كيشيدا الذي وصل إلى واشنطن بعد جولة في دول مجموعة السابع يعمل أيضا على التنسيق بشأن أجندة قمة قادة المجموعة التي تعتزم بلاده استضافتها في مايو المقبل وسط خلافات اقتصادية مع واشنطن بسبب خطة أمريكية لدعم صناعات السيارات الكهربائية قمة بايدن كيشيدا في البيت الأبيض لا تكتسي أهمية استثنائية لتزامنها مع تحول تاريخي في العقيدة العسكرية اليابانية فحسب أيضا لكونها تبرز تقدما أمريكيا سريعا في بناء تحالفات استراتيجية قوية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لإحتواء النفوذ الصيني هيشان بوريرا الحرة البيت الأبيض